خلينا نروح على خبر آخر عشان نعرف قد إيه نجمات وبطلات النادي الأهل وقد إيه نادي الأهل مشرف مصر في كل مكان كان فيه من يومين جائزة فاطمة بنت مبارك في دولة الإمارات الشقيقة ودي حاجة تختص برياضة المرأة فقط هذه الجائزة طبعا في دولة الإمارات الشقيقة خصصوا هذه الجائزة فقط لرياضة المرأة العربية نجمات النادي الأهل حققوا جائزتين مهمتين في هذه البطولة أو المسابقة مين بقى عندنا الحقق عندنا طبعا جيانا فاروق خدت أحسن جائزة أحد أفضل رياضية عربية بعد منافسة مع هدايا ملاك وبسان تحميدة المصريتان طبعا فازت بها في الآخر جيانا فاروق ألف ملون مبروك طبعا حاجة تساعدنا جدا بنت النادي الأهلي وصحبة المديلية الأولمبية ولو رحنا طبعا للمعجزة يعني الموجودة يعني في النادي الأهلي وطبعا يعني هاندي ميد النادي الأهلي زي ما بيقولوا أو صناعة النادي الأهلي من قل تزد هانا جودة حققت جائزة أفضل لعبة ناشئة هانا جودة ليه أخدت أفضل لعبة ناشئة هانا جودة تتصدر التصنيف العالمي تحت 19 و17 و15 هي اللعبة الوحيدة في العالم التي تتصدر دلوقتي الثلاث مراحل سنية الأكبر منها فالأكبر منها هي عندها 15 سنة تصدر تق 15 متصدرة السن الأكبر منها في سنة 2017 ومتصدرة السن الأكبر 19 سنة هناك جودة بتعمل حاجة معجزة معجزة بتهيلي محدش عمالها قبل كده في العالم أشك يعني أنه ممكن حد يكون عامل كده وطبعا دي لقطات من تسليم الجوائز في هذه المسابقة حاجة جمال شياكة فطبعا هناك في معايير بيتم الاختيار عليها مش بس تصويت الجماهير أو مشاركة المشاركين ولكن بيبقى لها معايير فطبعا فوز بنتين من بنات النادي الأهلي بهذا طبعا أو بهذا يعني بالجائزتين دول ده إنجاز كبير جدا لمصر في المقام الأول والنادي الأهلي في المقام الثاني طبعا لأنهم بنات النادي الأهلي وطبعا متخرجين من أكاديمية النادي الأهلي في الكراتيه وأيضا هناك جودة أكاديمية التينيس الطاول طبعا حبنا بس نقول لحضراتكم يعني الإنجاز ده ونشرككم معنا وإذا ما حضراتكم شايفين حاجة شياكة وحاجة جميلة جدا مسابقة جميلة ومنهم ألف منهم مبروك